والثانوي وبهذا السياق أشرفت السلطات الجهوية والمحلية والعمدة المساعدة بزيطار على انطلاقة عملية المسابقة جديد داخل خمس قاعات بثانوية البنات كما تفقدت السلطات الاجراءات التي تم اتخاذها لضمان نجاح المسابقة بظروف مرضية نحن اليوم معاكم بأمر من والي الولاية عبدالله بن محمد أحمود للإشراف على انطلاقة هذه المسابقة بالنسبة لثانوية المتياز ونختار نقول أولا على التعليم على من أهداف رئيس الجمهورية اللي مهتم به واللي دائره فولوياته وخصوصا بالنسبة لهذا الامتياز راجعين له ان شاء الله التوفيق وعلى انهم ان شاء الله ينجحوا نجاح جيد وتعود الولاية من الصدرة الولايات الأخرى بهذه المسابقة من جانبه رئيس مركز الامتحان أكد أن العملية تجرت وفق التدابير التنظيمية المنصوصة عليها بهذا الشأن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إنجاح هذه المسابقة من أمن من توفير طاولات توفير القاعات توفير المراقبين توفير اللوراق الامتحان الزعامنا فى مجال هاي واحدة اتخاذ من الامتحان السراح ويمكنها هاذا ما خييه منه هو الاجراء طبيبية والاجراء طبيبية لا خيه بلبية ويمكنها اتخاذ من الامتحان لا يمكن الطبيبية هذا ويمتحن المترشحون للمرحلة الإعدادية البالغين 128 فرداً في مادتي اللغة العربية والحساب أما تلامد المرحلة الخامسة من الثانوية والبالغين 28 مشاركاً فيتسابقون في مادتي الفيزياء والرياضيات الفاغة وللشيباني قناة الموريتانية مدينة أطار